متابعة قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال من كام يوم كنا تكلمنا عن جروكفور اللي تم الإعلان عنه يعني لسه من حاجة بسيطة جداً تكلمنا عنه تكلمنا عن الكابابلتس بتاعته وكمان حاولنا أن احنا نجربه من خلال الإصدار المخفف على الإم أرينا فجينا مبارح بشكل مفاجئ خلال بث مباشر شركة أوبيني آي بتعلن عن شاجي بيتي إيجاند القائم على الإيجانس أو الوكلاء نموذج كده جديد حيجمع ما بين أدوات الديف ريسورش والأوبريتر ويتحلك القدرة على التفكير وتنفيذ الأوامر وتصفح الإنترنت واستخدام أدوات خارجية وحيتفعل معاك كده وكأنه إنسان طبعاً إحنا أكيد متخيلين أن أوبيني آي الإصدار ده في الوقت ده بذات علشان أكيد تقول للمنافسين اللي موجودين في الساحة ما زلت أنا الأولى في هذا المدمار وما زال أنا لي الصبق وما زلت أنا اللي بقدم كل جديد جاجي بيتي إيجاند اللي أطلق رسمياً 17 يوليو يعني إمبارح وأصبح متاح للمشتركين في خطط البرو والبلس والتيمز واللي ممكن تفعله بشكل مباشر من قيمة الأدوات باختيار الإيجاند مود في أي محادثة هو متاح حالياً لمشتركي البرو وممكن يعني من نهاية يوم الإطلاق مبارح مع حد 400 رسالة شهرياً أما بالنسبة لي مشتركه التيم والبلس حيفعل تدريجي يعني مش حيكون ظهر لسه مظهرش عندي خلال الأيام التالية للإطلاق وحيمنحك 40 رسالة شهرياً بشكل أولي بالنسبة الإديوكيشن والإنتر برايس حيتم طرح هذه الميزة خلال الأسابيع القادمة مناطب الاتحاد الأوروبي وسويسرا مش متوفر حتى الآن يتوقع بقى توفره بشكل لاحق بشكل عام إحنا منتظرينه ولكن قبل ما نكلم عنه إن شاء الله بشكل عملي حابين إحنا نشوف مميزات هذا الإيجاند الجديد والكابابلتز بتاعه يلا بينا ورجعنا لكم مرة تانية عشان نتكلم عن شاة جي بي تي إيجاند ومميزاته وحيقدم لنا إيه نقدر نقول إن اللي بيميز شاة جي بي تي إيجاند هو الدمج ما بين التفكير والتنفيذ أولاً بيحتوي على سلسلة تفكير داخلية مشابهة لنمازج زي جي بي تي فور أو ممكن يشغل بيئة كومبيوتر افتراضية ويتفاعل معيها يصفح الإنترنت يستخدم الترمينال يشغل أكواد يوصل للإي بي آيز ينشئ ملفات وأنظمة ملفات كمان تفاعل مرن يعني زي البشر بالضبط ممكن تقطعوا أثناء عملية التنفيذ تعدل أوامر أو تدي تعليمات إضافية يحتفظ بالسياق السابق مش بيشتغل بقى من السفر لا يعني بيشتغل من حيث ما انتهى إذا واجه صعوبة بيطلب منك تفاصيل إضافية جون من فريق أوبن إي آي بيشرح إزاي بيستخدم الوكيل لأداء مهمة حقيقية فكانت التاسك أو المهمة اللي هو عطاها للوكيل هو الحصول على بيانات ميزانية مدينة سان فرانسيسكو المصاريف والإرادات خلال آخر خمس سنوات وأنه هو يجمحها في ملف إكسل منصق بشكل احترافي طريقة تنفيذ المهمة اللي قام بيها الإيجنت أول حاجة بدأ يدور عبر الإنترنت عن مصدر بيانات الميزانية لأ موقع الحكومة الخاصة مدينة سان فرانسيسكو بدأ أنه ينزل ملفات البي دي أف المرتبطة بالميزانية بعد كده استخدم نظام ملفات داخلي خاص به للتعامل مع البيانات بيستخرج حوالي 200 رقم من كل ملف بي دي أف بيصدر ملف إكسل لواحد منصق وفقاً لتعليمات المستخدم يعني هو اللي أعطي له التعليمات الخاصة به التنسيق الخاص بملف الإكسل إيه اللي بيعمله بقى جون بيقول إن هو بيروح يعمل أي حاجة وبعد كده يرجع يعني يشوف الوكيل عمله إيه يعني هو بيسيب الإيجنت ده بيشتغل لوحده النتيجة إن حصل الوكيل على 98% من البيانات بشكل دقيق ونصق ما في الإكسل زي ما طلب منه بالضبط والتعديلات اللي احتاجها كانت بسيطة قام بها مباشرة في الإكسل لكنه بيؤكد إن هو كان ممكن يعدلها بسؤولة داخل شاة جي بيتي الخلاصة إن جون بيقول إن الوكيل قادر على تنفيذ من 90% ل 95% من العمل اللي بيستهلك وقت طويل والتالي ده بيوفر الوقت هيل OpenAI بتقول إنه مش بتشتغل فقط على تحسين المودلز كمان بتشتغل على تحسين الأدوات اللي ممكن إنت تستخدمها من خلال النماذج الأمر بيجبه كده عملية تكافلية كلما كانت الأدوات أقوى أصبح الوكيل إيجنت أكثر فاعلية في الاستخدام وكلما كان الوكيل أكثر ذكاء كلما كان فيه تمكن من استخدام أدوات أكثر تقدم مهندس في فريق المنتجات بOpenAI بيشرح إن الناس حياتهم اليومية سواء في العمل أو في حياتهم الشخصية بيعتمدوا على مجموعة متنوعة من الأدوات عشان كده هما بيقوموا بتدريب النموذج عشان يتمكن من استخدام كل هذه الأدوات بأقصى قدر من الكفاءة مثال عملي تناوله طلب من الإيجنت إن هو يحجزده برنامج رحلة لحضور بطول التنس العام القادم في مدينة من المدن خلال نصف النهائيات الخطوات بتاعت التنفيذ بقى اللي قام بها الوكيل الزكاء الاصطناعي كانت الآتي فتح المتصفح المرئي وصل لبياناته الشخصية باستخدام طبعا هو عطى صلاحية للوكيل إن هو يوصل لها بريده الإلكتروني الجيميل الخاص به جمع المعلومات تاريخ البطولة كان من 12 ل 15 مارس نهاية اجتماعاته كانت يوم 12 مارس الساعة 4 ونص مساء حسب الوقت اللازم للوصول للمطار حسبه حوالي ساعة تقريبا بسبب الزحمة اختار الرحلات المناسبة حسب التوقيت حدد الفندق اللي حيقعد فيه جدول حضور المباريات أماكن مناسبة لتناول الطعام والنتيجة كانت لما انتهى الوكيل أرسل إشعار للهاتف أو اللابتوب وقام بتجميع خطة تفصيلية لكل يوم من الرحلة مع التكلفة والنشاطات والمهمة انتهت بنجاح طبعا في الآخر بيقولك انه هو فعلا يعني الوكيل عمله كل حاجة هو كان عايزها كان هياخد وقت كبير جدا 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 في البحث والتحقق من المعلومات ولكن شاجي بيتي ايجنت قام بكل هذا المجهود العديد بقى من الاستخدامات المختلفة للأيجنت موجودة على التشانيل الخاصة بـ OpenAI زي ما قلتلك احنا تكلمنا عن الـ Research and Action تكلمنا عن الـ Spreadsheets هتلاقي أيضا استخدام الايجنت في الـ Customization بشكل عام بتقدر بقى انك تشوف هذه الفيديوهات عشان ان شاء الله بإذن الله أول ما يبتدي انه هو يظهر تقدر تستخدمه حيظهر فين؟ حقولها لك مرة تانية من المفترض ان انت لما بتخش على حسابك على شاية جي بيتي هتلاقي هنا لو دست على Tools حيكون موجود الـ Agent موجود عندك هنا مثلا أعتقد حيكون بعد الـ Canvas هنا ادي Research موجود الـ Create Image موجود الـ Web Search موجود الـ Canvas موجود لسه الـ Agent ما ظهرش عندي حتى الآن من المفترض انه حيظهر النهاردة أو بكرة أو بعده خلال الأيام القادمة على البلاس وي التيمز نتمنى إن شاء الله بإذن الله ان احنا نتكلم عن الموضوع بشكل عملي ونشوف قوته ومدى الاستفادة اللي احنا ممكن نحصل عليها منه ده بمنتهى البساطة الـ SHGPT Agent اللي تم الاعلان عنه بتاريخ 17 يوليو من شركة OpenAI أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهار فيديو زي بقولكم في نهاية كل فيديو بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت تبص على القناة وتبص على آخر تحديثات الذكاء الاصطناعي والأدوات وكيفية استخدامها بشكل مفصل على قناة InfoTek4You ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته